اذا اعداد الكورونا تتصاعد احنا بنتكلم على 1226 حالة امس 53 حالة وفاة بزيادة 10 حالات عن اول امس يعني احنا لسه مشوفناش اعداد النهاردة الاعداد بتتصاعد خلونا دايما على حذر ونرجو من الناس كلها الحذر التباعد الكمامة النهاردة سيدة وزيرة الصحة كان لها تصريحات قالت انه سيتم اعتماد اللقاح الصيني سينوفارم خلال ساعات سيعلن ذلك في مصر رسميا خلال ساعات نحن في انتظار اعلان اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وهيئة الدواء لاعتماد سينوفارم وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء بالامس قال لنا انه ليس فقط سينوفارم اللي هو المتوقع جينا فيه منه نصف مليون جرعة ولكن الدولة تتفاوض مباشرة مع استرازانيكا ومع فايزر ايضا للحصول على لقاحات ولسه ما وصلناش لا لعدد ولا لسعر ولكن هناك تفاوض مباشر احنا عندنا 3 تركات او 3 اطر للتفاوض عندنا اللقاح الصيني اللي جاي لنا من الامارات عندنا اللقاحين فايزر واسترازانيكا اللي بنتفاوض معهم مباشرة وعندنا جافي اللي هو المنظمة التي تضمن عدالة التوزيع حول العالم للدول النامية ولكن دي غالبا ما بنتكلم حاجي باللقاحات في مايو او في يونيو اشتركوا في القناة